وحول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياضة المحللة السياسية دكتور علي الخشبان مساء الخير دكتور وبداية ما يقوم به أن تنظيم الحمدين في قطر من احتجاز الحقوقيين يعد حلقة جديدة من مسلسل قمع التنظيم للمعارضين له يعني كيف تعلق على ذلك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أنه مما لا شك فيه أو أصبح من الثابتة الآن أن حكومة الحمدين تعاني من أزمة كبرى وفي الحقيقة أنه قد نكون مبالغين إذا قلنا أنها حكومة هي ليست حكومة في واقعها إنما هي إدارة شخصين لدولة كاملة ولذلك الثغرات فيها كثيرة جدا والهفوات فيها كثيرة لأنها تخضع إلى حكم أشخاص وليس إلى حكم مؤسسات وقوانين ولذلك أنا أعتقد أن هذه الحادثة على سيد أو المحامي نجيب النعيمي تعكس في واقعها تلك الأزمة التي تعاني منها قطر وقد يتبع هذه الأزمة الكثير من الأزمات وكون هذه الأزمة تنشأ في واحدة من أهم مفاصل الدولة وهي العدل والقضاء والمحاماة فهذا يدل بلا شك على فشل في الدولة القطرية والسبب في ذلك أنه عندما يكون أعلى رأس في السلطة القضائية يتحدث بهذه الحقائق فمعنى ذلك أنه لا يوجد أصلا ما يسمى نظام قضاء إنما هي أدوات تحرك عبر السياسة ولذلك أنا أستطيع أن أؤكد أن قطر كقيادة وليس كشعب تتجي إلى الفشل فيمكننا أن نطلق على القيادة القطرية أو على السلطة في قطر بأنها أصبحت سلطة فاشلة أو تبين بشكل واضح أنها سلطة فاشلة بسبب هذه الممارسات فخلال شهر من الآن سمعنا الكثير من منع السفر ومن التعديات ومن سحب الجنسيات وكل هذه تعبر عن تخبط عدله وقضائه لا يمكن أن يكون في أي دولة من الدول مثل هذه المسائل سحب الجنسيات والظلم في المحاكم إنما تعبر عن أن هناك من يتحكم في هذه الدولة بشكل شخصي فلذلك أنا أؤكد أن نظام الحمدين هو نظام يخضع لأفكار وأرى أشخاص وهذا ما جعل هذه الأزمة في الداخل القطري تتفاقم ولذلك أنا أعتقد أن الضحية الأولى والأخيرة هم الشعب القطري الذين تمنى أن يقول كلمته في هذا الجانب ويتخلص من مثل هذا النظام بأسرع وقت ممكن لأن الدائرة سوف تكبر وسوف يزداد عدد الذين يتم اعتقالهم أو منعهم من السفر لأنه أصبح ليس هناك نظام أو قانون يمكن أن يسود في مثل هذه الحالة نعم الدكتور علي الشهادة أيضا التي تقدم بها وزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي في القضية التي يرفعها الصحفي محمد فهمي على القناة في كندا له أيضا دلالة له ما يدفع الآن الناشطين في قطر إلى النظر ومدى كيف تنظر إلى مدى حظوظ هذه القضية الآن في المحاكم الكندية أنا أعتقد أنه كونها تصل إلى هذه المرحلة موتأتي هذه الشهادة أنا أعتقد أنه هذا باب كان يجب ويجب أن يفتح ولذلك أنا أعتقد أنه تداولها إعلاميا ويجعل هناك فرصة كبيرة جدا إلى إدانة الأنظمة وخاصة نظام الحمدين وأنظماتهم القانونية التي يستخدمونها هذه دول يجب فعلا أن تحترم القانون وتحترم القضاء ولا تكون خاضعة لأراء شخصية ولذلك أنا أعتقد أنه قد تفتح مجال مثل هذه القضية قد تفتح بل سوف تفتح مجال للكثير من القضايا التي كانت تختفي خلف الأبواب لتظهر من جديد لتأكس والواقع الحقيقي الذي يعيشه أو تعيشه السلطة في قطر بقيادة الحمدين وأعتقد أن الأشهر القادمة والتصاعد والتناسب الطردي بين المقاطعة وبين الأزمة في قطر سيبرز الكثير من القضايا ولا أعتقد شخصيا أن المسألة ستتجه نحو القطاع العدلي والقضائي أنا أعتقد أنه سيخرج هناك الكثير من القطاعات والأزمات في هذه القطاعات نتيجة عدم وجود بناء مؤسسي حقيقي في هذه الدولة ونتيجة هذه التركيبة السياسية الغريبة والغير متجانسة التي تستخدمها السلطة في الدوحة من أجل إيهام المجتمع الدولي بأن هناك تكوين يمكن أن يطلق عليه تكوين سياسي حكومة مستقلة يمكنها أن تمارس دورها وإدارتها للشعب القطري نعم من الرياضة المحل السياسي دكتور علي الخشيبان شكرا جزيلا لك